سيناء تظل رمزا غاليا لمصرنا العزيزة فهي أرض البطولات والانتصارات والبوابة الشرقية على قارة أسيا ستبقى سيناء نموذجا أصيلا لنبض الوطن ورمال أرض الفيروس تتعنق مع أهم شريان مائي عالمية يربط الشرق بالغرب وهو قناة السويسة في إطار اهتمام القيادة السياسية بتعمير سيناء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابة الذي يمثل أهمية اقتصادية كبيرة كمحور لربط البحر الأحمر والأبيض بريا فكما تمثل قناة السويس أبرز شريان مائية في خطوط إمداد التجارة العالمية سيمثل خط السكك الحديدية أهم ممر بري تتمثل الاستراتيجية الرئيسية للدولة المصرية في إنشاء محاول لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الانتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية يحقق مفهوم النقل متعدد الوسائق فضلا عن الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وأيضا خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة التوزيع السكانية وخلق محاور تنمية جديدة بموانئ التصدير الجدير بالذكر أن مصر من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية حيث تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851 وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلى الإسكندرية بطول 208 كم عام 1854 ثم توالى التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حاليا إلى حوالي 10 ألاف كيلو متر تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات موسيقى نقطع محوري جدا ويعاول بشكل كبير على المشروعات التي تجري فيه ويكون هدفها تطوير مجالات بعناها ارتقاء إلى تطوير المنظومة بأسرها وربما مدخلنا الإخباري نخص بذكر خط السكة الحديدية بين العريش وطابة وأهميته الاقتصادية وأيضا السياحية معي في هذا اللقاء المزيد من المتابعة الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ هندسة الطرق ومدير مركز الاستشارة الهندسة أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السهلة مشاهدين أهلا بحضرتك يعني طبعا كنموذج وكمدخل هنتكلم عن إنشاء خط السكة الحديدية بين العريش وطابة وما الذي يمثله اقتصاديا وعلى صعيد نعنيه بالاهتمام في هذه الوقفة الحوارية سعيد من أقل خنافة الأول نتكلم على محافظة شمال سيناء اللي كانت بتعاني من سيطرة الإرهاب سنوات طويلة أصبحت النهاردة خالية تماما من الإرهاب لدرجة إن الدولة المصرية بتفكر جديا في إمداد خط السكة حديد في محافظة شمال سيناء بشكل عام يصل إلى طابة ده في حد ذاته يعتبر إنجاز إن أنا أفكر إن أنا أمد خط السكة حديد علشان يغزي أو يخدم محافظة شمال سيناء هذا الخط خدنا نجيبه من البداية كده عشان نسان المشاهدين تبقى إيه معانا في الصورة بداية نحن عندنا كبري اسمه كبري الفردان على قناة السويس كل ناس عارفينه واللي كان بيعاد على الساك الحديدية القديمة هذا الكبري شمال محافظة الإسماعيلية الكبري ده الحياة دلوقتي بيعاد تطويره وتأهيله وازدواجه وحيمتد كمان علشان يعدي قناة السويس الجديدة هو كان واقف طبعا بسبب حفر قناة السويس الجديدة في نهاية كبري الفردان الحقيقة حيطلع السكة الحديدية حتكمل لغاية مدينة الأنطرة ومن الأنطرة لغاية محافظة بورسعيد مسافة حوالي 70 كيلو وأيضا هناك خط آخر من الأنطرة يتجه شمال الشرق إلى منطقة أو مدينة بير العبد من دير العبد إلى منطقة أو محافظة أو مدينة العرش حوالي 80 كيلو من العرش إلى رفح طبعا رفح ده أقصى شمال شرق الجمهورية بعد كده من رفح إلى العرش إلى طابة دي مراحل تنفيذ هذا الخط هل محدد له فترة زمنية؟ محدد للخط ده خمس سنوات الحقيقة علشان يوصل إلى طابة طابة طبعا يعتبر أقصى شرق الجمهورية وطبعا رفح طابة ده الشريط الحدودي بيننا وبين فلسطين وأيضا احنا بنتكلم على من العرش لرفح ومن رفح لطابة طب ايه أهمية الخط دوت وبن الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياحية أو لماذا فكرت الدولة المصرية في إنشاء هذا الخط أولا هذا الخط احنا بنتكلم على أن محافظة شمال سيناء أصبحت خالية من الإرهاب فالنهار ده احنا عاوزين نختم أهلينا في سيناء بهذا الخط والأهم من كده الحقيقة أن الخط ده عايزين نربطها بمختلف محافظات الجمهورية طبعا ده كمان ما احنا بنتكلم البداية عند مين عند كبر الفردان اللي بنقلنا إلى محافظة الإسماعيلية ومنها إلى منطقة غرب القناة ومحافظات الجمهورية والدلتا العايزة أقوله أن الخط ده بشكل أساسي لنقل البضائع في حركة تجارة من وإلى مصر والأردن لأن منطقة طبعا دي منطقة استراتيجية بتربط بين مصر وفلسطين والأردن والسعودية أربع دول في الخط ده حيكون بشكل أساسي لخدمة حركة التجارة بين مصر وبين هذه الدول في الزهاب والعاوضة النقل بالساكل الحديدية الحقيقة فيه مميزات عديدة أولا هو أرخص على اللونجران يمكن تكلفة البنية الأساسية هي تكلفة كبيرة ولكن على المادة الطويل هيكون تكلفة نقل البضائع أقل الحاجة الثانية هيكون أكثر أمانة وأكثر شرعة بدلا من النقل بالسيارات النقل اللي بتسبب مشاكل وبتسبب حوادث وبتسبب تلف للأسفلت بتاع الطرق ما أكثر حوادث القطارات فيمكن عايزة من خلال حضرتك نسلة الدوق على عنصر الأمان تحقيقا لأنه هو ميزة تنفسية كبيرة جدا يعني زي ما حاربت أقول إضافة إلى رخص التمن النسبي مع وسائل نقل أخرى حوادث القطارات يمكن المواطن تكر أن هي أكثر الحوادث لكن القطارات دي مدى فهي أقل بكتير جدا جدا من النقل البري على الطرق حوادث الطرق أكتر بكتير لكن حركة السكة الحديد أأمن بمراحل من يعني لو حسبنا بالإحصائيات هنلاقي الضحايا والوفيات من السكة الحديد أقل بكتير من النقل البري على الطرق أنا مع حضرتك لكن لو هنتكلم الحفلة كسيارة ضحاياها أقل كتير من لما نتكلم على قطر مش منحسبها كده ما هو القطر بيحصل له حادثة كل كام سنة ولا كل فترة قد إيه لكن السيارة دي كل يوم بشكل عام خلدينا نقول إن الحوادث في مصر قلت بشكل كبير في الست سنوات اللي فاتت وكلنا حاسين بكده والإحصائيات الدولية هي اللي أثبتت كده مش كلامنا فالحوادث بشكل عام عدد الضحايا عدد الوفيات خسار الحوادث قلت بشكل كبير ولكن بأكد إن النقل بالسكة الحديدية أو النقل الجماعي بالسكة الحديد هو أكتر أمان من النقل بالسيارة دي نقطة يعني محصومة يعني نعم هذا الخط أيضا بخلاف الأهمية الاقتصادية والأهمية التجارية أيضا الأهمية السياحية للمواطن للمصري أو للسياح الأجنبي المواطن اللي عابدوا زور مثلا طابة في أقصر الشرق الجمهورية هيكون طبعا القط ده سهل جدا ليه إنه ينقله طابة خاصة لو كان الخط ده حاليا بتتم درسات جدوى إذا كان هيب خط سريع ولا خط نقل السيارة الحديدية عادي أي أن كان في كل الأحوال قدر إن أنا أوصل طابة مثلا في خلال مثلا تلات ساعات أو حاج بوسيلة نقل آمنة ومريحة يعني بتأكيد في علاقة بين النقل وبين التوجه لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتمكين البشر بشكل عام وتوفير فرص عمل وتحقيق الميزة التنفسية عظيم المنتج المصري خاصة كمان لما بلنا لما يكون المنتج المصري ده المنتج البشري وده طبعا داخل فيه صميم الأولويات اللي بتوليها القيادة المصرية لبناء الإنسان المصري تعامل في إطار منظومي مش أن أنا بعزز قطاع واحد بمنأة عن القطاعات الأخرى ذات الصلة إلى أي مدى ده موضوع فيه الاعتبار في هذه المرحلة في إطار الاستفادة من دروس كثيرة للماضي القريب هو خلينا أوضح هو فكرة تعزيز قطاع واحد بمنأة عن باقي القطاعات هي الحقيقة يا فكرة خاطئة أعافى عليها الزمن واجب علينا أن نوضحها واجب علينا أن نوضحها للمواطن ونخليه يعرف تعزيز قطاع النقل بيانعكس بشكل إيجابي على باقي القطاعات إزاي ده المطلوب مننا وطيق صلة جدا بالمواطن المصري يؤثر عليه تأثير مضيح يعني قد يكون المواطن متخيل أن مشروعات النقل لتأليل زمن الانتقال أو تأليل تكلفة الانتقال أو الوصول إلى وسيلة حضرية صديقة للبيئة تنقله تودي شغله يا طبعا دي أهداف مسي أعمق من كده يا دي أهداف أهداف ظاهرة وأهداف واضحة وأهداف خلال نقول قريبة وسطحية يقدر يفهمها المواطن العادي خلال نهاردة نوضح له أكتر هو محاور الطرق اللي احنا بنعملها أو حتى خطوط الساكل الحديدية هو ده محور تنموي هو القصة مش قصة أن أنا بوصل من مدينة لمدينة ده محور تنموي بتقام عليه مشروعات يعني محاور الطرق اللي بتتعامل دي بيقام عليها مشروعات تنموية زراعية صناعية السكنية وأيضا سياحية لو لم يكن هناك هذه المحاور لا يمكن أن تقوم مجتمعات عمرانية ولا يمكن نعمل زراعة النهاردة بنعمل زراعة عفتوشكة وفي شرق العوينات وفي الدلتا الجديدة مشروع مستقبل مصر وفي جميع مناطق الجمهورية بتقام مشروعات زراعية ضخمة جدا لا يمكن تقام هذه المشروعات بدون وجود محاور طرق وبعصب بمحور الطرق قد يكون المحور شامل الكبار وشامل الأنفاء وشامل جميع العمال الصناعية أو قد يكون خط سكة حديد نتكلم على وسيلة نقل قوية تستطيع نقل المواطن ونقل البضائع نقل البضائع كمان من أماكن انتجها اللي بنتكلم عليها مناطق النهاردة أصبحت مناطق نائية زي تشكة والعوينات لازم يكون فيه ربط بين هذه المناطق ومناطق استهلاك لننتج أمح في تشكة والعوينات طب احنا هننقل الأمح ده إزاي لمناطق التصنيع والاستهلاك يبقى نبدي يكون فيه محاور نقل قوية وصديقة للبيئة وفعالة وسريعة واصب بصديقة للبيئة برضو علشان نبسط المسألة للسادة المشاهدين هو التوجه العام على المستوى العالمي دلوقتي التوجه العام حماية البيئة حماية البيئة يعني خلينا نتخلص من الوقود التقليدي السولار والبنزين والوقود التقليدي كل العالم بيحاول يتخلص من هذه الوسائل يعني بنحاول نتخلص من هذه الوسائل ونتجه إلى الوقود النظيف اللي هو زي مثلا الكهرباء زي الغاز الطبيعي زي كل أنواع الوقود الصديق للبيئة الأقل عادم كل الدول كل العالم بيتجه إلى هذا الاتجاه الوقت ده أولا حماية البيئة ده ده في حد ذاته لا يقدر بتمن زاد أنه هو في حد أيضا النقل بالغاز الطبيعي هو أرخص من استخدام البنزين أو الصلار خلينا نقول أن مصر بالفعل خادت خطوة فعلية في الاعتماد على وسائل النقل جماعي صديقة للبيئة أنا مش بنتكلم على مشروعات كلها مستقبلية أنا بنتكلم على مشروعات بالفعل شغالة دلوقتي لازم المواطني بعرف أنا بنتكلم عليه أنا مشروع نقل جماعة صديقة للبيئة أنا أقول للمواطن هناك قطار مكهرب أو القطار الكهربائي الخفيف اللي بالفعل بيشتغل من مدينة السلام محاطة عدد منصور وبيوصل للعاصمة الإدارية وبيمر على كل مدن شرق القاهرة المدن الجديدة زي العبور الشروق ومدينة بدر والمستقبل وهليوبلس وبيوصل لغاية العاصمة الإدارية الجديدة وهناك خط آخر حيربط مع مدينة العاشر من رمضان هذا الخط بقاله أكتر من 7-8 شرشة غير المواطن بيستخدمه الوزارات اللي اتنقلت العاصمة أغلب الموظفين النهاردة بيعتمدوا على هذا الخط لنقلهم إلى محطة مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الأكتر من كده أن وزارة النقلة خصصت اوتوبسات مجانية في هذه المحطة لنقل الموظفين إلى الحي الحكومي لمقار الوزارة بتاعته هذه الوزارة المجانية أيضا صديقة للبيئة يعني الخط ده بيشتغل بوخود أو خلينا نقول بالكهرباء والسيارات اللي بتنقله من المحطة بتاعت القطار إلى المكان بتاعه الوظيفة بتاعته مكان الوظيفة أيضا صديق للبياء اتبسات غاز طبيعي وكهرباء يعني احنا مصر بالفعل اتبعت هذا النهك وبالفعل النهاردة الكلام ده حقيقة واقعية ملموسة عرفها كل الموظفين بطول وزارة الإسكان ووزارة النقل وكل الوزارات اللي اتنقلت للعاصمة الإدارية ان شاء الله بقى الوزارات في طريقها للنقل للعاصمة فكل الموظفين وكل المواطنين هيعرفوا أن فيه وسائل فعلا تم تنفيذها وأيضا هناك المونريل اللي بيوصلنا فعلا للعاصمة وده ان شاء الله في خلال شهور حيكون شغال وحيكون حقيقة واقعية هيا لما بنكلم دكتور محمد عن مشروعات متعلقة بسيناء تحديدا بتكتسب خصوصية كبيرة جدا فلو هنتكلم على المردود الاقتصادي والأمني لمثل هذه المشروعات لأن طبعا واحدة من المواجهات الأمنية للحفاظ على سيناء هي بالتنمية والعمران بالضبط يعني القصة بتقيمها زي بذلك المواجهة مع الارهاب ليست بالسلاح فقط طبعا بل بالتنمية بالعمران بلان فيه تمية وفيه عمران الارهاب مش هيقعد في المكان طبعا الدولة أخذت فعلا النهج السليم بربط سيناء بالوادي والدلتا في السنوات الماضية من خلال أكتر من وسيلة ربط زي نفاقين في برسعيد أسفل القناة نفاقين في الإسماعيلية أيضا أسفل القناة ونفاق آخر في محافظة السويس موازي أو قريب من نفاق الشهيد أحمد حمدي القديم مع تطوير نفاق الشهيد أحمد حمدي القديم أصبح النهاردة بنتكلم في ستة أنفاء طلبة سيناء بالضفة الغربية أو محافظات القناة وطبعا شرق الدلتا الأنفاء دي النهاردة بنتكلم في ستة أنفاء كنا عايشين تلاتين سنة على نفاق واحد اللي هو نفاق الشهيد أحمد حمدي القديم النهاردة بقى ستة أيضا عندنا الكبري كبري السلام اللي هو في مدينة الأنطرة النهاردة بنتكلم في كبري فردان للسكة الحديد إن شاء الله هيكتمل وهيبقى مزدود وأول ما يكتمل حيتعمل عليه خط السكة الحديد جديد ومزدود اللي بنتكلم على كبيرة عائمة هناك كبيرة عائمة موجودة على القناة في برسعيد يعني فيه وسائل ربط كتير جدا جدا بين سينة وبين مدن القناة هذه الوسائل طبعا يعني قادت بشكل نقول جزئي يمكن يقترب من نسبة 100% على المعديات التقليدية الغير حضرية الخطرة اللي كانت مستخدمة زمان بالإضافة طبعا أنا في الشهيد أحمد حمدي القديم النهاردة الدولة بعد ما انتهينا من موضوع ربط سينة مع مدن القناة دخلنا بقى في فكرة بقى احنا احنا اعلى من كده شوي احنا عاوزين نحط بقى خط سكة حديد فكرة خط سكة حديد مع الأنفاق اللي اتكلمنا عنها مع هذه الأنفاق أيضا مرتبطة بمحاور طرق بتوصلنا لجميع أجزاء سينة وشفنا طبعا طريق شرم الشيخ الجديد وشفنا كم التطوير اللي حصل في الطرق في جنوب سينة خصوصا النهاردة بنتكلم على خط سكة حديد في شمال سينة وجود خلط السكة الحديد ده وحركة التبادل التجاري من مصر إلى الدول الشرق الجمهورية وأيضا الحركة السياحة في هذه المنطقة احنا كده بنقول للعالم كله ان سينة مفيش فيها إرهاب صحيح احنا مقتنعين لا اقول ده الحقيقة احنا مقتنعين بيتناسب كمان مع توجهات الدولة المصرية بشكل عام بمعنى احنا مش بنتطلع ان احنا نخطو خطوة واحدة أو خطوتين احنا عايزين نعمل انطلاقة تركة إلى التطلع للجمهورية الجديدة وده طبعا بيحتاج ان يحصل طفرة خاصة في هذا المجال اللي بنخصه بالمتابعة والاهتمام نتحدث عن مصر كمركز التجارة العالمية واللوجستيات ويمكن من الحاجات اللي حاضرة بقوة في هذا المشهد في هذه المرحلة هي تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر ايه التطلعات والخطط الموضوعة بالنسبة لها ايضا منا بنتكلم عن النقل بشكل عام نقل البحري اه 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 سيادتك تغصر بالذكر بالذكر نقل البحري هو قطاع النقل البحري هو قطاع رئيسي واساسي من قطاعات النقل بشكل عام احنا اتكلمنا على النقل البر كتير ودينا له حق واكتر من كده انما قطاع النقل البحري ده لا يقل لأهمية لان النقل البحري ده اللي بيتم فيه نقل التجارة الحويات والحاجات الكبيرة والتقيلة كلها بتتنقل من خلال النقل البحري المواني المصرية بالكامل بتشهد تطور وتفرى ايضا هائلة ارصفة جديدة بتقام محطات حويات كبيرة بتقام في جميع المواني المصرية حواجز امواج متطورة بتقام والجديد كمان دلوقتي نحنا بنتكلم على ست اكتسبات عن ميناء الاسكندرية الكبيرة ميناء الاسكندرية الكبيرة دلوقتي اللي بيضم ميناء الاسكندرية وميناء الدخيلة وميناء الماكس تحت الانشاء بينهم والتلاث مواني مع بعض حيسمى ميناء الاسكندرية الكبيرة هذا الميناء بالفعل يوجد به محطات حويات عملاقة تم انشاء وتشغيلها مش منتكلم على حاجة برضو لسه في الدراسات ده حاجات بالفعل تم انشاءها وتشغيلها هذه المحطة تستقبل اكبر السفن العملاق اللي موجودة في العالم تستطيع خدمة هذه السفن المواني دي احنا بننتظر منها المزيد من التطور والمزيد خلينا نقول ان المواني البحرية دي تعتبر قاطرة الاقتصاد لو استفادنا بشكل كبير من تجارة الترانزيت من خلال هذه المواني او استفادنا ايضا من استخدام التصدير والاستراد واضافة قيمة على السلعة اللي بنصدرها او بنستوردها ده هيفرر معنا كتير جدا جدا وخلينا نشوف الهند بتعمل ايه في تجارة الالكترونيات البسيطة جدا جدا كسبت منها مليارات الدولارات احنا لازم نستخدم المواني بتاعتنا بإمكانياتها مصر اللي هي موقع جواروفي مش موجود في العالم كله مفيش دولة لها شط على البحر الاحمر والبحر المتوسط بالسواحل الكبيرة جدا زي مصر الموقع المتوسط في العالم متوسط حركة التجارة في كل القطوط موجود في مصر بس حديثا عن التجارة دكتورياني لأي مدى برضو الإجراءات دي والمشروعات اللي بنتكلم عنها وخطوط النقل سواء كنبري او بحري بتدعم التعاون والتجارة بين مصر والدول المحيطة خاصة الدول القريبة من طابع يعني زي ما حضرتك كلمت كلمنا عن الأردن وكلمنا عن فلسطين يعني زي ده ممكن كمان لأن دوما التيسيرات اللي على صعيد الربط ونقل وغيرها ده بيكون عامل مهم جدا للدفع قدما بالعلاقات التجارية بين الدول الشقيقة والصديقة هو بالنسبة للمواني المصرية تيسير الإجراءات والتخفيف على المستثمرين التوجهات الرئاسية دائما يعني بتصب في هذه النقطة تحديدا بالإضافة إلى التطوير المكان والبنية التحتية والبنية الفوقية والبنية المعلوماتية للمواني التوجهات كمان يعني تطوير الخدمة نفسها وتطوير الإنسان نفسه طبعا ونقل موصبت بقى عنصر مهم جدا لبنكلم حقيقة بالذات التبلد التجاري ده في منتهى الأهمية وربط المواني ببعضها وبأماكن الإنتاج بتاع السلع وأماكن تصدير السلع وأماكن السلاك السلع ده شايف في منتهى الأهمية نتكلمنا عن القطار في شمال سيناء وقلنا أنه هو كمان أيضا أنا ممكن ما قلتهاش أنه كمان هذا القطار اللي جاي من الفردان الأنطرة حيوصل لغاية شرق برصعيد لخدمة ميناء شرق برصعيد أيضا عند ميناء في غر برصعيد مخطط إنشاء خط سكة حديد لربط ميناء غر برصعيد مع أبو إير في شرق اسكندرية هذا الخط ده ربط ميناء أبو إير مع ميناء غر برصعيد بنتكلم على حركة طفرة غير الطبيعية في قطاع النقل كلمنا على قطاع النقل البحري باختصار قطاع النقل بالساك الحريدية مش عايزين نتكلم بقى على أكتر من كده قطاع النقل الجماعة صديق للبيئة علشان كده احنا بنقول منظومة جزيل الشكر دكتور محمد الصادق عوف أساد هندسة طرق ومدير مركز استشارة الهندسية جزيل الشكر شكرا وهذا هو خير الختام اللقاء أنا مع حضرتكم والنهار ده فيه من القاهرة نختتم بهذا الحوار عن تطوير النقل البري والبحري والشحب ودوره بتأكيد في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام والبعد السياحي أيضا وثيق السلة بيب وبتأكيد لقاءتنا متكررة من خلال من القاهرة وفرق عمل أخرى بتتواصل معكم على شاشة قناة النيل الأخبار في نفس هذا الموعد تقريبا من العشرة وحتى ما يقارب متصف ليلة القاهرة بشكر لحضراتكم حسن المتابعة لهذه الحلقة من القاهرة وألقاكم قريبا بإذن الله إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة